السؤال الموجه إلينا من الأخ ناصر السلماني يقول أين هي الديمقراطية في إيران؟ السلام عليكم أستاذ أحمد أنا سني ومتابع لحضرتك وانتفعت منك كثيرا حضرتك تقول أن الشيعة اليوم لديهم أنظمة ديمقراطية أين الديمقراطية التي في أنظمة الشيعة اليوم؟ سواء في إيران أو العراق واللبنان ولبنان تتبع الولي الفقه وداخل إيران نظام الملالي يقمع المظاهرات وأصبحت الديمقراطية أكذوبة في الحقيقة هذا اعتراض يوجهه عدد من الأخوة ربما عندما أقول أن الشيعة اليوم حدث لديهم تطور فكري جذري كبير سابقا كانوا يؤمنون بأن الإمامة بالنص من الله تعالى وبيئة الوصية والوراثة العمودية في أهل البيت هذه هي نظرية الإمامية من الشيعة وليس كل الشيعة يعني الزيادية أيضا يؤمنون لكن لا يؤمنون بالأصمة مثلا أو يؤمنون بالسلالة العمودية وأقول أن الشيعة اليوم قد تخلوا عن هذه النظرية وبقي اسمهم فقط وبقيت بعض المخلفات وبعض القشور من ذلك الفكر التاريخي القديم وأنهم اليوم يتبنون النظام الديمقراطي أو الفكر الديمقراطي أساسا وبالحقيقة عادوا إلى مذهب أهل البيت الأول مذهب أهل البيت السياسي هو الشورى وليس الأصمة ولا الناس ولا الوراثة هذه مذاهب دخيلة على مذهب أهل البيت وأنهم اليوم يؤمنون بأن الحكم من حق الناس الناس هم أولياء على أنفسهم وهم الذين ينتخبون الحاكم والحاكم هو نائب عنهم ووكيل عنهم هذا هو الفكر الديمقراطي يلتقي مع الفكر الإسلامي الأول ومع الفكر الشيعي الأول ولكن حدثت كما تعرفون عند السنة والشيعة تطورات سلبية السنة قالوا بالخلافة العباسية والأموية والوراثية والاستلاع على السلطة بالقوة وما إلى ذلك والشيعة أيضا قسم من الشيعة وثم غلبوا بعد ذلك عليهم هم الإمامية الذين قالوا الإمامة بهذه العائلة العلوية الحسينية وتسلسل بالوراثة هذه أفكار قديمة سنية وشيعية أفكار قديمة الآن العالم الإسلامي كله تقريبا يؤمن بالديمقراطية يؤمن بأن الحكم من حق الأمة والأمة هي التي تنتخب الحاكم وأبرز مثلا على ذلك الجمهورية الإسلامية في إيران والنظام الديمقراطي في العراق البعض يستشكل يقول مثل ما الأخ ناصر السلماني يقول أين هي الديمقراطية هناك مثلا احتقالات هناك مثلا ضرب المظاهرات هناك يعني أخذوهم ملاحظات وهو ملاحظات عادية جدا على أي نظام ديمقراطي حتى في أمريكا حتى في أوروبا يعني أيضا في حدود للديمقراطية وأحيانا إذا المظاهرات تتجاوزت الحدود أيضا قوات الشغب تنزل وتضرب هذه القوات ولكن تضرب هذا الناس المشاغبين ولكن عموما الفكر عندما يؤمن بأن الحكم حق الشعب وأن الحاكم ينبثق من الشعب الآن نجعلنا التفاصيل التفاصيل ليست مهمة كثيرا لأنها تختلف من بلد لبلد ومن ثقافة إلى أخرى ومن حضارة إلى أخرى هذه تفاصيل أما الآن الشيعة لم يعودوا إمامية إثنى عشرية ينتظرون الإمام الثاني عشر ولا يقولون بشروط الأسمى والناس والوراثة في الحكام الحكام ينتخبون من الناس اسمه إيران الجمهورية الإسلامية وأنا لا أريد أن أدافع عن إيران ولا أدافع عن العراق ولكن أعرض هذه الحقيقة وقد بحثت هذا الموضوع في كتابي قبل حوالي 4-5 سنوات الشرعية الدستورية في الأنظمة السياسية الإسلامية المعاصرة وكان هذا الكتاب دراسة مقارنة بين دستور المملكة العربية السعودية ودستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذا أردتم أن أقرأ بعض ملامح هذا الدستور وقبل أن أقرأ البعض يأخذ إشكال أنه كيف يكون هناك ديمقراطية ومثلا منصب القائد في إيران المرشد أو الولي الفقيه هو مدى الحياة بينما في الديمقراطيات كلها في تحديد للسلطة تحديد لمدة الحكم وهذا أيضا الدستور تختلف الآن الدستور الصيني مثلا أقرأ بأن الحاكم يبقى مدى الحياة أو الدستور الروسي يقول بأنه يمكن يجدد له مدة طويلة ولكن أساس القائد جاء عبر الانتخام لم يأتي عبر انقلاب عسكري ولا بوصية من أحد ولا وراثة من ملك سابق إنما مجلس خبراء الدستور يتألف من 80 أضو منتخبي من الشعب نقدر نسميهم أهل الحل والعقل هم الذين انتخبوا هذا الإمام لكي يبقى مدى الحياة يمكن واحد عنده اعتراض على هالنقطة عادي يعني يمكن تغير هالنقطة في المستقبل أو تبقى ليست مشكلة ولكن سلطة هذا القائد تأتي من الشعب بصورة غير مباشرة وسلطة رئيس الجمهورية اللي عنده صلاحيات أخرى غير صلاحيات تنفيذية يعني أيضا تأتي بالانتخاب المباشر وضمن مرحلة يعني مرة مرتين ينتخب رئيس الجمهورية ويستبدل بعده بآخر ومبدأ النظام هو قائم على الشعب قائم على انتخاب الناس للحاكم ولا يأتي بالقوة ولا يأتي المواصفات التي تكون مطلوبة بالحاكم أيضا هذه مسألة حسب الدستور الإيراني الذي أقره الشعب أيضا وأقره مرتين مرة بانتخاب المجلس التأسيسي الذي كتب الدستور ومرة ثانية باستفتاع عام أقر هذا الدستور وفي الدستور موجود فيه هذه التوزيع صلاحيات بين القائد وبين رئيس الجمهورية ملامح الدستور الإيراني احتوى الدستور الإيراني الجمهوري الإسلامي على 177 مادة توزعت على 12 فصلا ورد في المادة الأولى أن نظام الحكم في إيران هو الجمهورية الإسلامية وأن هذين العنصرين الجمهورية والإسلام سوف يحكمان البلاد وهما يحملان ضمانات النظام المتمثلة بالإرادة الشعبية من ناحية وبأحكام الشريعة الإسلامية من ناحية أخرى وورد في المادة الثانية أن على الحكومة أن توظف إمكانياتها من أجل إسهام عامة الناس في تقرير مصيرهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ونصت المادة السابعة بالدستور الإيراني على موضوع الشورى ووجوب إدارة شؤون البلاد بالاعتماد على رأي الأمة عبر انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي ومجالس الشورى المحلية والاستفتاء في حالات معينة بينما نصت المادة الثامنة على مسؤولية الناس في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية جماعية متبادلة بين الحكومة والناس مو فقط الحكومة تأمر الناس والناس لا يستطيعون أن يأمروا الحكومة بناء على الآية الكريمة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأكد الدستور عن الحريات العامة حرية العقيدة حرية الصحافة حرية المراسلات والمخابرات حرية التعبير والخطاب حرية العمل حرية التجمع حرية العمل السياسي وتشكيل الأحزاب والجمعيات والاتحادات المهنية والهيئات الإسلامية حرية الإقامة والسفر حرية المساواة والتكافأ حق الأمن وأيضا تطرك إلى حدود ولاية الفقهة في الدستور الإيراني وأيضا شيء مهم في الدستور الإيراني أنه نص في المادة 111 على أمكانية عزل القائد عند عجزه عن أداء وظائفه القانونية أو فقده أحد الشروط التي يجب توفرها فيه كالعدالة والتقوى والكفاءة السياسية والإدارية وأعطى مجلس الخبراء مهمة تشخيص صلاحية القائد وعزله واختيار قائد جديد ونص أيضا في مسألة أن القائد ليس معصوما فوق القانون ونص الدستور الإيراني على موضوع مهم جدا هو التزام المسؤولين بالقانون فقد ورد في المادتين 107 و140 أن القائد ورئيس الجمهورية وغيرهما مسؤولون أمام القانون كأي فرد من أفراد الشعب ومن ذلك المسؤولية عن ارتكاب الجرائم العادية كما كلف الدستور رئيس السلطة القضائية بمهمة التحقيق في أموال القائد ورئيس الجمهورية ومعاونيه والوزراء وزوجاتهم وأولادهم قبل تحمل المسؤولية وبعده لألا تكون قد ازدادت بطريقة غير مشروعة المادة 142 أيضا وذلك يعني أن الدستور لم يعطي أي مسؤول إيراني الحصانة القانونية أو يجعله فوق القانون طبعا أيضا نصوص أخرى مواد أخرى في الدستور تنص على استقلال السلطة القضائية ويعني كل ملامح الدستور الديمقراطي موجودة في هذا الدستور نأتي على التطبيق ربما مثلا سلطة الولي الفقيه أكثر من سلطة رئيس الجمهورية أو أحيانا تحدث بعض الملابسات هذا في أي تجربة في أي قانون يمكن تحدث بعض الأخطاء وما عندنا صورة مثالية للحكم لا في التاريخ الإسلامي ولا في الوقت الحاضر يعني درسنا تجربة الخلفاء الراشدين لي أفضل تجربة في التاريخ الإسلامي نرى أنه انتخاب أبي بكر رضي الله عنه كان مثلا فلته كما يقول أمر بن الخطاب وقالله المسلمين شرها لأنها لم تصارد بسرعة يعني ما كان فيه دستور موجود وتم انتخاب أبي بكر وأبي بكر عين أمر وأمر عين ستة من قادة قريش قادة زعماء قبائل قريش وأيضا حدثت بعض الأمور التي أدت إلى الثورة على عثمان وقتله في النهاية واشتعال الحرب الفتنة الكبرى ما يسمى بالفتنة الكبرى لأنه كان وضع دستور غامض والنظام في طور النشوء وكان فيه مشاكل سواء في التطبيق أو في القانون العام ولكن بالنتيجة أنه الخلفاء الراشدين كانوا يقولون نحن نواب الأمة نحن الأمة عينتنا جينا من الأمة هسأ بأي صورة كانت يعني بصورة المبدأ نتكلم عليه وكان فيه إشكالات في التفاصيل كذلك الآن في إيران التجربة أنه الفكر الشيء يتطور لم يعد فكرا إماميا إثنى عشرية ملتزما بالشروط المثالية الخيالية المعرقلة يعني أن الحاكم يجب أن يكون معصوم ومعين من قبل الله بل حاكم ينتخل من الشعب ويصرون في الدستور الإيراني على أن الحاكم يجب أن يتمتع بالألم والعدالة وهذه الصفة أولية يعني ممكنة ممستحيلة بالفقه والعدالة والكفاءة والإدارة وحسن السيرة وما إلى ذلك في الدستور العراقي لا أكثر يعني النظام أصبح ديمقراطيا والشعب الشيعي في العراق بما فيه من مرجعية أيدت النظام الديمقراطي لم تعد تؤمن بالشروط المثالية شروط الأسمى والنص والوراثة وحصر الحكم في آئلة معينة هذا تطور ديمقراطي كبير نجي على التطبيق تطلع مظاهرات تطلع مثلا سرقات تطلع مشاكل هذه في التطبيق يعني ما يخلو منها أي نظام يمكن واحد ينتقد النظام يعترض عليها يطورها نحو الأفضل مجالات التطوير أيضا مفتوحة ولكن المبدأ المهم أن الحكم مدني وليس دينيا والحاكم لا يعيى من قبل الله صحيح أننا مرجعية الآن مرجعية في محل جدل الآن في محل نقاش دورها ومستقبلها حدود صلاحياتها علاقتها بالسلطة يعني هذه أيضا اطورت في فترة الألف سنة الماضية اللي كان فيها فراغ فكري سياسي لم يكن الشيعي ومنون بالدولة فطورت المرجعية وصارت عندنا مرجعية الآن مع قيام الدولة هذه المرجعية سوف تتقلص ويكون دورها محدود في القضايا القانونية أو البحثية أو الألمية أما الدور القيادي والسياسي والإداري فهو كل موكول بيد الدولة المتفق علينا بين جميع المسلمين لم يعد هذا النظام شيعيا ولا سنيا ولا محصور على طائفة ضد طائفة أخرى كل المسلمين كل المواطنين يشاركون في هذا النظام فلذلك أنا عندما أقول أنه النظام الإيراني أو النظام العراقي أو أن الشيعة الآن تطوروا وحدثت لديهم ثورة فكرية جذرية كبيرة نحو القبول بالنظام الديمقراطي وتختلف التفاصيل من بلد إلى آخر هذا أهم أرض أن أقوله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته